السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله مجلس الخدمة يستكمل اجراء تعيين حملت الدبلوم والبكالوريوس في وزارتي التربية والثقافة اعلن مجلس الخدمة الاتحادي استكمال اجراءات تعيين حملت شهادة الدبلوم والبكالوريوس في وزارتين وقال انه قرر باجتماعه الطارئ الذي عقد في يوم الاربعاء استكمال اجراءات تعيين حملت شهادة الدبلوم والبكالوريوس في وزارتي التربية والثقافة لدرجات الحاكمة فيها وشملت الاختصاصات كالاتي التربية معلم خامس بواقع 1709 درجة وظيفية الثقافة معاون مصمم بواقع 33 درجة وظيفية ليكون عدد المتعينين لحد الان 4573 درجة وظيفية واضافة ان ذلك جاء السنادة لاحكام قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 وتنفيذا لتوصيات اللجنة المشكلة بموجة بالامر الديواني رقم 35 لسنة 2022 وفي سياق انجاز اعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 وقانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم 67 لسنة 2017 بعد ان اعلن المجلس خلال الايام الماضية تعيين عدد من المشمولين بالقانونين اعلى وطمئن المجلس ابناءه من الاوائل وحملة الشهادات العليا بانه مصمم على مواصلة العمل على قدم مساق لغاية انجاز تعيينات جميع المتقدمين المستوفيين للشروط والمتطلبات باسرع وقت ممكن مشيرا الى الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع والقانون والاستحقاق وفق مبدأ النزاهة والشفافية وتابع انه ثابت على نهج المهني في ادارة هذا الملف في العمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح ابناء شعبنا العزيز من المستحقين قانونا لافتا الى ان رابط اسماء المقبولين سينشر اليوم موسيقى